مرض الروماتويد المفصلي مرض مزمن يصيب المفاصل بألم وتورم وتيبس ويحتاج للمتابعة مع أطباء من تخصص الأمراض الروماتوزمية لتوصيف العلاجات الدوائية اللازمة لإخماد المرض وأيضا لتوصيف خطوط العلاج المساعدة للأدوية من تعليمات للتخزية أو المكملات وتعليمات للحرك مرض الروماتويد أيضا بيؤثر على الحياة الجنسية للأزواج اللي بيعانوا من المرض سواء كانت الزوجة هي المصابة بالروماتويد أو الزوجة من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل مرض الروماتويد في هذه الجزئية إن هما بيحرجوا يسألوا الأطباء لو عندهم مشاكل في هذه الجزئية وكمان أطباء كتير هما كمان قليل ما بيسألوا المرض عن هذه الجزئية وبالتالي بتظل هذه المشاكل موجودة ومستمرة كسندوق أسود محدش بيجرؤ إن يتكلم عليه أو يجيب سيرته الفيديو ده بقى هنتكلم فيه على المشاكل اللي ممكن تواجه مرض الروماتويد فيما يخص الصحة الجنسية أنا الدكتور حاتم العيشي وأستاذ الأمراض الروماتزمية بجامعة القاهرة بمصر ودي قناتي قناة الدكتور حاتم العيشي على اليوتيوب بنقدم فيديوهات عن الأمراض الروماتزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وطرق علاجها يلا بينا نبدأ الفيديو إزاي الروماتويد ممكن يؤثر على العلاقة الحميدة ممكن ده يحصل بأكتر من طريقة واحد الألم بالمفاصل والشعور بالفتور أو قلة الطاقة واللي بيكون من أهم سمات الروماتويد لما يكون المرض لسه ناشط ولسه مش تحت السيطرة ممكن يعمله تأثير على الرغبة الجنسية ده مبدئيا كده غير أنهم أيضا وارد يتسببوا في إرهاقه وألم زيادة للمريض أو المريضة أثناء أو بعد العلاقة الحميدة نمرة اثنين لو في تأثر مزمن في مفاصل معينة في الجسم والتأثر ده كان إما لم يستجيب كويس على العلاجات الموصوفة أو المريض كان أصلا مش مهتمة قبل كده ياخد العلاجات بتاعته بانتظام وبالتالي المفصل صار في حالة من التابس الشديد أو خشونة مع الالتهاب على مدار سين بقى في خشونة فده برضو ممكن يعمل نوع من تقييد للمريض أو المريضة في أثناء العلاقة الحميدة يحتاج المريض هنا يتحايل ويتجنب أي وضعية ممكن تزيد من ألم هذا المفصل لكن في نفس الوقت المشكلة دي غالبا مش هتمنع العلاقة الحميدة نمرة ثلاثة بعض الأدوية ولو إن ده لو حصل بيحصل مع أدوية قليلة جدا ممكن يحصل معها تأثير على الرغبة أو القدرة الجنسية لو ده كان حاصل ما تخجلش إنك تسأل أو تستفصل من طبيبك في هذه الجزئية أربعة أحيانا لو المرض كان عامل تأثير على شكل مفاصل في الجسم أو تغيرات في الوزن سواء بسمنا زيادة أو نحافة زيادة كل دي حاجات ممكن تؤثر على صورة الجسم في ذهن المريض اللي هي البادي إيميج وممكن تؤثر سلبا على ثقته بنفسه أو ثقتها بنفسها أو تخلي عندهم ألأ ومخاوف من العلاقة الحميمة خمسة كون إن يكون عندك مرض أنت عارف إن هو مزمن ده من التحديات أو الأزمات اللي ممكن تتسبب في عبء نفسي يصل إلى الاكتئاب عند بعض المرض والاكتئاب بالتبعية بيؤثر على الرغبة وعلى العلاقة الحميمة بصفة عملة ليه أنا هنا بقول بعض المرضى عند بعض المرضى لأن فعلا على مدار السنين أقدر أقولك إن البشر مختلفين جدا في هذه الجزئية جزئية تقبل الإبتلاء وتجد إدارة التعامل معه والجزئية لا تقبله أبدا يعني إيه؟ يعني في الوقت اللي فيه مرضى بالتأكيد عندهم هذا الضيق والضجر والاكتئاب بسبب المرض المزمن فيه مرضى تانيين مش قلالين بعد ما يكونوا مروا بمرحلة أولى مزعجة أو مؤلمة نفسيا شوية بعدها تقبلوا فيه هذا الإبتلاء قل ما تشوفهم بضيع وقت يشتكوا فيه أو يتزمروا وبيكون كل الشاغل بتاعهم كيفية مسيسة المرض والتعامل معه والتغلب عليه طيب إزاي بقى أن أتعامل مع المشاكل في العلاقة الحميمة في مرضى الروماتود اللي إحنا لسه إيلانها ديه واحد إن يكون فيه تواصل بين الزجين يتم فيه منقشة لأي مخاوف خاصة بالعلاقة الحميمة ويكون فيه تعبير صريح عن الألق من أي حاجة تخص العلاقة الحميمة بحيث أن هما يقدروا من خلال هذا النقاش الصريح يلاقوا الحل لها وجود هذا المستوى من التفاهم والتواقم بين الزجين ممكن لوحده ما يخليش فيه احتياج لأي حل من الحلول اللي هنقولها دي بقتي بعد النقطة نمر اتنين لو كانت معظم المشاكل المرتبطة بألم بمفاصل معانة أو فتور عام مرتبطة دايما بالعلاقة الكاملة ممكن في هذه الحالة مش في كل مرة تحصل العلاقة الكاملة العلاقة الحميمة في البشر في الآخر الهدف منها غير استمرار النوع اللي هو الهدف الأساسي في معظم المخلوقات لكن الهدف الثاني هو تعزيز التواصل والتقارب والانسجام بين الشركين وتعزيز مشاعر الحب والعاطفة طبعا النظرة للعلاقة الحميمة على هذا المستوى مش شرط تناسب كل الزجات ولكنها بالتأكيد نسبت بعضهم جدا جدا التحايل في أثناء العلاقة الحميمة للاتعاد عن أي إجهاد لأي مفصل فيه تأثر مزمن أو مثلا خشونة بسبب سنوات من المرض الناشط قبل كده استخدام المسكن المناسب قبل العلاقة الحميمة وأهم من كده التأكد من الالتزام بخطة العلاج الدوائية في الأساس واللي هتخلق المرض مع الوقت يدخل في حالة من الإخماد بحيث أن نجاطات حياتنا المختلفة بصفة عامة كلها ترجع تشبه الطبيعي إلى حد كبير دون الحاجة لمسكنين خمسة نستشير الطبيب اللي بيتابعنا دايما لو الخطوط العريضة دي لم تكن كافية لأن طبيب الروماتيزم المتابع للمريض لسه يقدر يقدم نصايح أكتر حسب كل حالة وتفاصيلها الخاصة بها طبعا ويقدر كمان يستعين بالتخصصات المساعدة في هذه الجزئية زي جلسات العلاج الطبيعي للتعامل مع ألم أو طيابوس مزمن ومزعج في مفصل الماء وممكن كمان يوجهك لاختصاصين في الإستشارات الأسرية اللي ممكن بدورهم يقدموا الإستشارات والنصايح حسب ظروف كل حالة دي كده كانت نهاية الفيديو بتاعنا أتمنى أنه يكون مفيد لكم وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي بإذن الله اشتركوا في القناة